بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي في نيويورك مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافستو سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والتطورات على الساحتين الإقليمية واليمنية كما أطلع الوزير الحضرمي نظيره الفنلندي الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي لست الأشهر المقبلة على آخر المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية على الساحة اليمنية وموقف الحكومة من جهود السلام التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واستمرار تعنت الميليشيا الحوثية لتنفيذ القرارات الدولية مشيرا إلى تبعات التمرد المسلح لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة بدوره أعرب الوزير الفنلندي عن اهتمام بلاده بما يجري في اليمن مؤكدا أن فنلندا تنظر بقلق بالغ إلى التطورات الأخيرة في اليمن والمنطقة وتخشى من مفاقمة تلك الأحداث اللازمة للأزمة الإنسانية منوها إلى أهمية الحوار كوسيلة لحل الأزمات وإنهاء الصراعات